واصل مجلس الأمة في جلسته العادية مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر والذي أحيل إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري وأكد عدد من النواب على ضرورة التكاتف والتعاضد والوقوف خلف القيادة السياسية والحفاظ على الوحدة الوطنية في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة نتمنى من رئيس الحكومة بأن والحكومة أمامهم فرصة بأن يكسبون ثقة الشعب بتفعيل الغوانين بإغرار الغوانين الشعبية والغوانين المهمة التي تصب في مصلحة المواطن وتصب في مصلحة البلد قضايا ملحة ومهمة في المجالات التربوية والصحية والإسكانية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها ارتاء النواب أن طرحها ضمن الرد على الخطاب السامي سيعطيها مزيدا من الزخم والأولوية في قادم الجلسات الدولة سلمت هذه الأرض للرعاية السكنية وبعد ما سلموها الأخوان المواطنين أتت منطقتين جنوب خيطان وجنوب عبد الله المبارك وتوزعت ما تقدم هؤلاء المواطنين إلى هذه المناطق وبعد ما تم توزيعها وخلصت جاء الوزير المختص قال لحنا لقينا توزيع منتزة أبو حليفة أغلب التوزيع يكون على الورق ويكون هناك تسليم فقط دون تسليم وذنات البناء فيجب على الحكومة حتى يعني يستفيد المواطن فعلاً من الرعاية السكنية كاملة أن يتم تنفيذ الخدمات المتكاملة لكل منطقة قبل السماح بالبناء واستخراج رخص البناء شنو حساسكم ونتم متشاهدون المتقاعدين يتزاحمون على أبواب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحثاً عن القرض الحسن بشكل لا يليق ولا يتفق مع الرفاه اللي على الأقل تزعم به الحكومة عندك إدارة مالية للدولة عندك هيكل تنظيمي ملخبط سمو رئيس إلى اليوم إلى اليوم سبع سنين أنا في المجلس بلجنة الميزانيات إلى اليوم ما عندك ربط آلي إلى اليوم تعاني الوزارات حساباتك متخمة النواب طرحوا قضايا شعبية مختلفة يعنى بها الوطن والمواطن بالدرجة الأولى وأجمعوا في مداخلاتهم على أن خطاب سمو أمير البلاد في افتتاح دور الإنعقاد خارطة عمل للسير بالاتجاه الصحيح للتنمية والتطور والاستقرار أحمد الشمري تلفزيون المجلس